مقابل قال قائد الأركاني الأوكراني أليكزندر سيرسكي أن الوضع للجبهة الشرقية تدهور بشكل كبير في الأيام الأخيرة مشيرا إلى تصعيد في هجوم الجيش الروسي الذي يدفع خصوصا باتجاه تشاسي فيار مؤكدا أن المناطق التي تطرح أكبر المشاكل عززت بوسائل تفاع جوي أصيب ضابط سابق في أجهزة الأمن الأوكرانية في محاولة اغتيال بسيارته في موسكو حسب ما أفادت به وسائل إعلام روسية وقال مصدر في خدمات الطوارئ أن فاسيلي بروزروف الضابط السابق الذي انتقل إلى الجانب الروسي أصيب عندما انفجرت عبوة الناسفة أسفل سيارته قرب مكان إقامته في شمال العاصمة الروسية وتهم الضابط كيب بالوقوف وراء محاولة اغتياله